اشتركوا في القناة زينت حياتهم وأثرت عقولهم وأمتعت أعينهم كل ما سبق يقال في الصناعة التقليدية التي حققت نقلة النوعية حسب الوزير الوصية على القطاع فاطمة الزهرى عمور التي تحدثت بلغة الأرقام حيث يساهم قطاع الصناعة التقليدية ب7% في الناتج الوطني الخام فيما تبلغ نسبة تشغيل 22% من الساكنة النشطة في المملكة في المقابل تجاوزت المداخل من العملة الصعبة 11 مليار درهم أرقام من بين أخرى تؤكد واقعا يبعث على الفخر لإبداع الصانع المغربي لنتحدث بتفاصيل أكثر يسرني أن أرحب باسمكم بالمحللي والخبير الاقتصادي الأستاذ محمد جدري السيد جدري أهلا مرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا هناك أمم تريد أن تشتري لنفسها تاريخ هناك أمم منحها الله عراقة التاريخ وعراقة التاريخ يتجسد بتراث مادي ولا مادي وفي تراثنا الإنساني أعتقد أن المملكة المغربية قدمها عراقتها أصالتها تستوحى ربما من الجليج وفي وقت آخر ربما حتى من صناعات تقليدية بسيطة كالبردعة أليس كذلك؟ طبيعة الحال لا أشوف مملكة المغربية عندها تاريخ ليو عراق ليس لدينا 51 سنة أو 100 سنة عندنا مملكة المغربية تجر وراءها 12 قرن وفي التالي 12 قرن التي هي مرانة بتاريخها بحضاراتها بتوراتها بكل شيء اليوم عندنا مجموعة من الأمور التي نشوفها كانت تكون بأن هذه علامة مسجلة المملكة المغربية اليوم كنت تكلمون عن الزليج أو القفطان المغربي أو كنت تكلمون عن مجموعة من الأمور وعلى ملابس تقليدية الفخار بزاف الحويج بزاف الحويج لكندول القبص مثلا مجموعة من الأمور بمجرد ما كنتشوفها يعني بلا ما يدوم معك هذا الشخص المقابل ليك كنتعرف بأن هذا الشيء في المكان المغربي نشوف اليوم عندنا دول الخارج بضعجة أساسية كيستعملون الزليج ديالنا وكيستعملون القبص ديالنا بضعجة أساسية هذه أمور مهمة وبالتالي شيء خاصنا أول حاجة نحافظ عليه لأن اليوم عندنا واحد مجموعة من المياه مثلا من كنت ندولها من الزليج مثلا تطوان اليوم ما هو غادي إلى يعني كنت نقص الحرفية اللي فيه هذه أمور نحافظ عليها خاصنا نتمنوها وكذلك أننا تكون مدرر للتنمية ومدرر لمجموعتهم في الشغل لأن هذا قطاع ماشي قطاعي وتنوية هذا قطاع حيوي في القصة الوطني صحيح وتفضلت وتحدثت عن اليوم أناس أصبحوا يستنسخون هذا التراث المغربي هذه الصناعة التقليدية المغربية الجميلة صحيح هناك نجوم كبار زاروا المغرب في فاس في مراكش صحيح فرحلوا إلى أوطانهم واستنسخوا الصالونات حتى المغربية صحيح بخشبها الجميل بجليجها الرائع بفسيف سائل المعمارية بالأقواس المغربية حتى منهم مثلا نذكر على سبيل المثال ماريا كاري صحيح فنان المغربية الأمريكية المشهورة عدد كبير جدا من الناس الذين زاروا المغرب واحتفظوا بأشياء من صناعات تقليدية أبدع فيها الصانع المغربي فهي ربما نعتبرها كسفير يتجول الأوطان ويعبر عن هوية مغرب عريق مغرب جذوره راسخة في التاريخ وفيه إبداع لصانع مغربي تناقل الحرف جيلا بعد جيل وحافظ عليها بطبيعة الحال بطبيعة الحال يمكننا إلا أننا نفتخر بصناعات تقليدية ونفتخروا بهذا المنتوج التراثي الذي لدينا يعني تورتنا جيل بعد جيل اليوم ممكن أن شخص يأتي إلى المملكة المغربية اليوم وصلنا إلى واحد المستوى أننا نربطوا السياحة بصناعات تقليدية كنا ندعو السياحة مباشرة كنا ندعو على الصناعات تقليدية وممكن أن شخص يأتي إلى المملكة المغربية لا يعجبون الزربية المغربية لا يعجبون الضخار المغربي لا يعجبون الزليج المغربي لا يعجبون مجموعة الحلي والمجوهرات أي حاجة نحن نعنى الناس الجنوب ما شاء الله محترفين في صناعات الحليل في الضاوة وأمور أخرى كثيرة جدا المحاس وما يصنع منه اليوم لا يكون شيء بطبيعة الحال هذه أمور هي مهمة جدا يجبنا أن نحافظ عليها وليوم ما نحن نفتخره بها بالأكثر من ذلك المغرب اليوم يعني عند اليونسكو سجلها عند مجموعة من مؤسسة دولية المغرب أول أفريقياً في تسجيل تراثه الإنساني داخل اليونسكو من بين حتى عشر دولة طبيعي تحققش لما سجلت ما سيقول ذلك صحيح وللأسف اليوم أصبحنا نشاهد حروب من أنواع أخرى الزليج وليس فيه واحد دي يزادوها واحد دولة الزليج الزليج كنتشوف أمور لي ما عنده على الخطان يزادو لي واحدة وليس فيه واحدة خطار مغربي الزليج كسكوس كسكوس مغربي القرص ديانا لا ديانا بغي تدير شي حاجة أخرى قصير دير شي حاجة أقلب على شي حاجة أخرى أما يتشي رام مغربي وسيبقى مغربياً إلى أنيات الله الأرض وما عليها حتى بالرد الأتي ديانا بالرد الأتي أتعلم كم يقتنوه من الناس الذين يأتون إلى المملكة حتى الكسار الكسار أتي بتلك الزخرفة التي تكون على كأس الشاي هناك طبيعة أي ترى الصناعة تقليدية في المغرب ويوجد مورود ثقافي هناك كم غاربة ولا يمكنك تذهب في الشفشاون أو تنزل اليوم تنزل وليس معك أكثر من فضاء لا يمكنك أن تذهب في المراد لا يمكنك أن تذهب في المراد أسف إذا لم تكن لديك القبز المغريبي أو زليج المغريبي ستقل بأن هناك شي حاجر نقص وبالتالي اليوم هذه كل الأمور نفتخر بها وغير مقاومة تقل فيها خلال السنوات المقبلة قلت بأنها جزء لا يتجزأ من قطاع السياح صحيح وصناعة تقليدية من المهن المرتبطة بقطاع السياح صحيح الذي يساهم بـ 14% في ناتجنا الوطني الخام مساهمات الصناعة التقليدية 7% صحيح رقم هام جدا 22% من الساكنة النشطة تصريحات السيدة الوزيرة فاطمة زهر عمور 11 مليار درهم كنادر على مليار 100 مليون دولار تقريبا يعني ما شاء الله على مستوى الإنتاجية والعطاء أمر لابد من إعطائه الأولوية وفي نفس الوقت تشجيع حتى الصناعة على اقتحام هذه الميادين وتوفير بيئة خصبة لهؤلاء وإن كانت أسواقنا التقليدية في بالغرض ولكن لا ضرر ولا ضرر أن يكون هناك تقديم يد العون كما قدمت لقطاع السياحة إبانا جائحة كورونا 2 مليار تقريبا من المساعدة صحيح طبيعة الحال طبيعة الحال الصناعة التقليدية واحد قطاع كما قد قبلها قطاع حيوي في الاقتصاد الوطني لأنه يشغلنا تقريبا واحد جوجت مليون ومئتين من الناس اللي هما ياما في السن ديال النشاط هذا أمر مهم جدا كي يساهم في النتجة الداخل لخاف البيبي بدينا بواحد سبعة في المئة وعدنا واحد الرقم ديال المعاملات ديال الصناعة التقليدية في المملكة المغربية متلخلية السنة الماضية تجاوز 147 مليار ديال الدلم هذه أمور لي مهمة وغير في الصادرات ديالنا رحنا نتجاوزنا الحاجز ديال مليار ديال الدلم السنة الماضية هذه أمور مهمة ولكن مني كنقارنوا مثلا غير مع سنة 2020 كنلقوا بأننا كن فرق كبير علاشي أن غير سنة 2020 كنا ندعوه على حجم الصادرات ديالنا لم يتجوا واحد 560 مليون ديال الدلم وبالتالي اليوم كنشوف بأننا تقريبا راه ضاعف ما بين 2020 و2023 هذه أمور مهمة أكثر من ذلك وأن اليوم عندنا واحد خالط الطريق اللي هي واضحة كل ما يتعلق بصناعة التقليدية من هي 2030 اللي فيها واحد مجموعة من الأرقام اللي هي مهمة جدا وبغينا أن هذه القطاعات يساهم في التنمية للبيد اللي فيها أمور اللي هي أساسية فيها أول حاجة لحفاظ على هذا الموض لأننا عندنا واحد مجموعة من الأمور للحريفية ديالها وصناعة ديالها وموضة واحد السل اللي هو متقدم والتليخص تكوي المياني وخاصة نكونوا وهذه الناس خاصة نحسن نعاونهم وكذلك أمور أخرى اللي هي مرتبطة إما بهذه الصالونات اللي كتكون على المستوى العالمي بالتسويق ديالها وكذلك متبطة بالسياحة ديالها نعم وماذا اليوم كما تعلم يعني هي في غالبها حرف يتورثها الأبناء عن الآباء والأجداد صحيح وفي نفس الوقت قد ينفر هذا الجيل من مواصلة المهمة صحيح ونحن شهدنا على انقرب مجموعة من الأمور داخل المغربية صحيح يعني بيئة الواحات لا تشبئ البيئة الساحلية صحيح تراث وصناعة تقليدية في الشمال قد ليس بالضرورة أن تكون هي ذاتها في الجنوب اليوم في إطار هيكلة القطاع يتم الحديث عن تنظيم 172 مهنة داخل القطاع السناعة التقليدية ضمن خارطة طريق التي ترسمت بالقطاع السياحي يستفيد من ذلك 395 ألف صانع وصانع هذه الخطوات الحكومية ستشجع على استمرارية القطاع بل على ألقه في السنوات القليلة المقبلة أنا متفق معك يعني كل الاتفاق لأن ما يحسبوا لهذه الحكومة أمضاج أساسية بكل الموضوع وتجرد هو النقلة اللي دارتها في الصناعة التقليدية من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل ومازال السيجن ومازال السيجن ومازال السيجن يمكن لي أنها تغري الشباب اللي كان يوم لأننا سنربطوها بكل ما يتعلق بالتسويق كل ما يتعلق بالرقمانة هذه الأمور هي مهمة لأننا باش نسوقوا المنتوج دينا خاصة ضروري أننا نواكبوا يعني كل ما يتعلق بالتكنولوجيا كنظن بأن هذه الأمور هي مهمة بلإضافة أننا خاصنا واحد دعم دعم خاصة يكون في التكوين لأن اليوم التكوين المهني دينا خاصة يمشي في المهني عن نية وجوش للتكوين كمراكز أو بناء صحيح وهناك كما قالت السيدة الوزيرة يعني بلغة الأرقام أربعة وثلاثين في طور الأشغال وسبعة وثلاثين مشغلة يعني هذه التي تم زيادتها ربما نحن لا نتحدث عن الكم بقدر ما نتحدث أيضا عن الكيف ولكن في نفس الإطار توفر عدالة مجالية لأن الصناعة التقليدية المغربية يعني متوفرة في كل جهات المملكة صحيح وبخصوصيتها وبذلك يعني الجاذبية التي تتمتع بها صحيح العدالة المجالية أن توفرت في مراكز التكوين ربما تمنح إضافة نوعية للصناعة التقليدية وتشكي بالملموت الصادرات دينا لأن العدالة المجالية بقى عندنا فيها مشكلة لماذا؟ لأن الملكة نشوف الصادرات دينا لتجوزة حاجز دي المليار خلال سنة 2023 يقوم بأن 41% منها تجينا من الدار بيضاء في حين أن الدار بيضاء يعني ماشية يعني ممكن نقوله يعني لفيف للصناعة التقليدية المرتبة الثانية تجي مراكز لأن مراكز هي وجهة سياحية بامتياز وفي مرتبة الثالثة تجي يعني تجي فاس في حين أن مدن أخرى مثلا 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 فاس نحن نشوف اليوم خاصة نحسن لأن اليوم باش نطور الاصطناعات التقليدية نظر بأن لدينا كلية المداخل الأساسية أول حاجة هو أن ندخلها في استيركوة السياح المغني هذا أمر مهم لأن قدمك يتفعوا السياح قدمك يتفعوا الزبائن للاصطناعات التقليدية الأمر الثاني هو أن نظر اليوم وزادت مجموعة من اتفاقيات تجارية مع مجموعة من اشتركاء على المستوى العالمي لأن صناعة التقليدية المتجددة يمشون مثلا أمريكا كندا أو أوروبا الشرقية هذه أمور مهمة ولكن ما يريد أن نحسن أن اليوم أصبح العالم مفتوحة ويوجد اليوم لدينا ميانسة الإلكترونية في المملكة المغربية ويوجد المنتوجات الداربيداد الفاز المراك التزنيد الأقادير ويوجد أي زبون على المستوى العالمي يمكنني أن يدخل ويغتاني واحد استلعاق ويقوم بأن هذا أمر يجب أن يكون مفتوحة على العالم يجب أن نطور تسويق لأن تسويق يجب أن كما قلنا قبل قليل مجموعة من المشاهير والنجوم أتذكر حتى نجوم الفن والرياضة فقط رئيسة صندوق النقد الدولي حين حلت في المملكة المغربية طيئة المقام تلبس ملابس مغربية وأجمل مرتديته القميس المغربي وحتى الفيديو الذي سجلته من موقع أثري تاريخي تحدثت عن عراقة المملكة المغربي بمعنى آخر أن تراثك المعماري صناعتك التقليدية كلها تؤدي إلى أن تجعلك علامة مسجلة في السوق العالمي للسياحة ما أثر انتباهي أيضا في تصريح السيدة الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزارة عمور أمام مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفاهية حديثها عن مردودية صانع التقليدي بين المدينة والقرية صحيح 2% في المدينة كتطور 16% في القرية نحن نشكو أننا اليوم أمام هجرات معاكسة وأمام اكتظاظ ديمغرافي داخل المدن الكبرى مع العلم أن إن كان المغربي والمغربية يرتبطان بأرضهما عبر القطاع الفلاحي فيرتبطان أيضا بصناعتهم التقليدية التي تشكل مصدر دخل قارن بالنسبة لهم بغض النظر كانت تلك المدينة أو القرية مزار سياحي أو لا بطبيعة الحال اليوم هذه المدينة لا يجب أن نأكد فيها غير المدينة نتائية فيها بعض المماثة التي هي أخلاقية يجب أن نحيدها لماذا؟ لأن هذه السيدة التي تصبح ضربية مثلا في الخميسات أو مثلا في ورزازات أو مثلا في خنيفرة لا يجب أن نجعل الواحد الواسط الذي يأتي لها مناسب نوعا ولكن يبيع الأضعاف مضاعفة و تزابون على مستوى الخارج وبالتالي هذه السيدة يجمعنا نفوح التعاونيات إلى سنة اليوم مؤمورية مع المراكز الجهوية الاستثمار مع وزارة السياحة مع وزارة السياحة وزارة الثقافة وزارة الثقافة وزارة الثقافة التي تتحدث عن صناعة الثقافية تماما لأن اليوم نرى العاملين في القطاع عام 1 جوج كل مليون ومئتين ولكن الأثر على هذا الناس هو أثر متوسط ماشي ماشي كمي بزف وبالتالي اليوم هذه السلاسة نرى شيء هذه المناسة تسمعناها نرى واحد السيدة باعت واحد زربية مثلا 1 ألف درم أو 1 ألف ومئتين ولكن الزربية تبعت 1 مليون أو 1 مليون لأن السيد هو اللي عنده هذا السوق لم ترى متقاربة بواقع الفلاحة؟ نفس الحال لأن المغرب دائما عندنا واحد اقتصاد الذي هو ريعي عندك واحد السيد تبلي واحد الهوتى عدم هيكلة القطاع تبليه السيدة بسكينة تصوي هي بسكينة تبليه ألف درم أو 1 ألف ومئتين أو 1 ألف درم تبليه تبليه كبير وكما ترى أنه هناك تجربة وكما ترى خالص 100% وبالتالي عنده واحد الزبون وكما ترى أن ينبيع نفس الأمور متعلقة بالحيلة متعلقة من الأمور التي هي أساسة وبالتالي اليوم المنظومة التسوقية نظن بأنها خاصة ندري فيها مجهود كبير لأن هذا الشيء للصناعة التقليدية هذا الرقم الرقم المعاملات التي كانت سنة الماضية 147 مليار درم يبان على هذه الناس لأن هذه السيدة التي لديها مدخول إضافي لا تفكر أنها تخرج من المدينة وأنها غش لا يمكن أن ترقى بقطاع دون أن يكون هناك هيكل ناظم صحيح اليوم ندمج السياحة مع الصناعة التقليدية وأكيد أنه لا يمكن أن نقول وجهة لعملة واحدة أو قطاع يكمل الآخر ولكن ارتفاع المردودية بالنسبة لهذا القطاع ونحن نتحدث عن ما يزيد عن مليار دولار من مدخيل من العملة الصعبة أي بمعنى آخر أن السائح حين يأتيك زائرا فإنه يقتني ذكريات يأخذها معه ودائما وأبدا تبقى المغرب حاضرة في أثاث منزله في لباسه في حليه في كل ما في أي شيء ربما قابل أن يكون ذكرى تبقى محفورة في أذهانه عن المملكة المغربية اليوم نتحدث عن المجلس الوطني للصناعة التقليدية اليوم نتحدث عن أيضا ورف الصناعة التقليدية نتحدث كما تفضلت قبل قليل عن الجمعيات التي تصون التراث المغربي وتشاجع الصناعة التقليدية نتحدث عن التعاونيات التي نجحت في قطاعات فلاحية واليوم يضرب بها المثل وساهمت في تشغيل الساكنة الناشطة ألا تعتقد معي بأن وضع استراتيجية واضحة المعالم بالإضافة إلى تقسيم المهام والصلاحيات المنوطة بكل هذه الهياكل الناظمة ولكن في إطار رؤية جامعة موحدة يمكن أن يرتقي بالقطاع لما هو أفضل؟ لا بطبيعة الحال بطبيعة الحال هذه أبور أنا كنتفق معك فيها كل الاتفاق اليوم خاصة أننا نعرفه كل واحد ما هي المهمة كل واحد ما يمكن أن يدير المجلس الوطني ما هي المهمة كذلك الدور للوزارة للغرف الساعة التقليدية الدور للسجل الوطني للصناعة التقليدية لأن اليوم عندنا ممكن نقول بأن عندنا واحد مجموعة من الأمور اللي هي إيجابية أول حاجة أن عندنا واحد زيادة مضطردة في السياح سنة بعد سنة 15 مليون ونص 15 مليون ونص وممكن نوصله 17 مليار من 25 أو 26 15 مليار بزهر 17 مليون وعندنا 26 مليون سائح في أفق سنة 2030 هذه الأهداف ليعدنا ولكن بالمقابل عندنا أحداث أخرى اللي يمكن تستغلوا عندنا كأس أفريقي الأمم السنة المقبلة لا يقنون بأن أحد أفريقي اللي سيأتي للمملكة المغربية لا سيأتي معه للمنتوج في مختلف المدن للمملكة عندنا المونديال اللي هو كبير ونحن هذا اللي حقق لنا السنة الماضية هناك جزء كبير منه للصورة اللي يرسمها المنتخب الوطني في قطر في سنة 2020 وشفنا الطرب وشفنا الجلابة شفنا بزاف الأزياء المغربية لباس التقليدي المغربي تماما فهذه الأمور لا تقدر بثمن نشاهد عدد من الصور هنا مراكش الحمراء بالنسبة للمملكة المغربية اليوم الفصل بين استراتيجية وطنية للسياحة والصناعة التقليدية أصبح من شبه المستحيل صحيح وانت تحدثت قبل قليل عن الخارطة الطريق والمتعلق بـ 2026 ولا 2030 وكلها تتحدث عن تنامي أرقام الزوار طيب هل من مجال تنظيمي أتحدث عن العرض وليس الصناعة صحيح لدينا دور الصناعة ولكن لدينا العرض هل بالإمكان أفضل مما كان فيما يخص الأسواق المغربية هل بالإمكان أفضل مما كان بما أننا أرض للتظاهرات أن يتم احتضان معارض لعرض الصناعة التقليدية على المستوى عالمي باستدعاء زوار وشركات ومروجين ومكاتب وكل ما تشاء من المتدخلين في هذا القطاع لكي لا نقتصر فقط على النزائر يأتي بأسرته أو على المستوى فردي ويقتني شيء ما ويرحل ويكون مدخول معين بقدر ما تكون تجارة لما لا لا طبيعا لحال يوم خصنا نديرو تتمين العرض دينا وتتمين المنتوج دي الصناعة التقليدية دينا كيف تفضلتي يوم خصنا نديرو مجموعة من المعارض اللي نديرو على المستوى المحلي نديرو لما لا نديرو واحد المسابقة مثلا نديرو الزليج وعرضو فيها واحد مجموعة مسجل مثلا من الخيبش أننا نروجو لهذا المنتوج دينا وكذلك أننا نقادل المنظومات التسبقية دينا وأكيد مغاجر أخرى بأن المنتوج للصناعة التقليدية ما خصوش يبقى يعني باسيف ما يبقىش تسنى هلك السائح أن يجي عنده مش يشتري خصوه اللي هو يقلب عليه السائح اليوم أننا عادنا معايد على المستوى يعني ما يمكنني مشيوليها نخدمو فيه المنتوج دينا عادنا اليوم الشبكة العنكوبوتية وعادنا شي ديال ديال الإيكوميرس اللي هو التجاركتونية اللي ممكن أننا نبيع فيه واحد مجموعة من توجيات السنعة التقليدية هذه كل الأمور اللي خصونا نوصل بالعمل لأن اليوم إذا بقيت منغالق على السوق ذلك السوق المغربية أن السنة سائح جي عندك ستطور وك ستطور بوحدة سبالية بسيطة في حين إن فتحتي عن العالم ممكن أن نعود 10% سنويا ممكن ندره 15% أو 21% خلال السنوات المقبلة لأن هذا قطاع هو يشغل يعني الألاف مئات من يد العميلة على ترابط المملكة وبالتالي اليوم حتى نسل الناس من البطالة هذا قطاع يمكن أن يمتص هذا الناس ليس فقط يعملون بالدوم يعملون بالدوم في التسويق في الانترنت يعني في كل يعني سلسيات للقيمة كاملة ممكن أن يعملون فيها وبالتالي اليوم واحد التكنيسيان في الانفورماتيك ممكن أن يعملون في هذه المنظومة للصناعة التقليدية صحيح ولكن هذه الصناعة التقليدية يعني من ضمن ما يتعرض له المغرب من يعني مكائد إن صح التعبير صحيح القرصنة وقرصنة لتراثها هناك من يصطاد في الماء العكر وشهدنا كيف كانت القضية مع أحد شركات المستلزمات الرياضية صحيح فيما يخص قميص المنتخب الجزائري صحيح من متجره صحيح والبلغام لا نستهن بها جزء من اللباس طبيعة الحال هناك شو إعلامي يتم الترويج له حول القفطان حول زربياما حول حتى الفن الأصيل وأن كانت وراث لمادي الملحون وغيره صحيح فكل هذه الأمور ألا تجعل مسؤوليات أكبر على قطاعات وصية لن أحصلها فقط في وزارة السياحة والصناعة التقليدية بل وسارة الثقافة الاتصال هو الآخر معني كوسائل إعلام وطنية صحيح قادرة على أن تعطي ربما تأريخ لأصل هذه الصناعات التقليدية يعني لن أقول بلسان لغة يعني الصدام دقناقوس الخطر ولكن على الأقل إعطاء أولوي واهتمام أكبر على مستوى إعلامي على مستوى وزارات وصية للحفاظ على هذا التراث الذي فيه تسابق من مجموعة من الدول وفيه دول أخرى ربما لا تعلم أنه من أصل المغربي لا بطبيعة الحال هذه أمور كل اللقصة نرى هذه مسؤولية مجموعة من قطاعات الحكومية أول أمور هي إيجابية وأن مشينا وسجنا للملكات هذا أمر إيجابي أن نغدى وغدى ممكن لكي يأخذها لنا ولكن على المستوى المحلي يجب علينا أن نشبعهم بعد القيم لا يعرف بأن الزليج هو موت ثقافي اللي يعيشوا بي المغربة ويعيشوا بيه أنه متشبعوا به مثلا أنا مثلا مكنتوش بأن عدنا شي مشكلة مثلا إذا أغدى مثلا القميز المنتخب دينا ندلو في شهد الصناعة التقليدية دينا ونقدمت أننا نروجوها على المستوى الماء الهوية البصريية دي المونديلتا هي أن تكون فيها الأمور اللي فيها عند علاقة الصناعة التقليدية نظن بأن هذه مسؤولية دينا أكثر من ذلك ودول لي لشوية مخيف وليه صعب شوية هو أننا كيفاش نحافظه على الأجيال القادمة لأن اليوم لدينا مجموعة من الحرف مثلا مثلا اليوم الحريفية قللوا بزاف في هذا وبالتالي خصوصا نكونوا الناس لأنه يغدى إذا ما تقولنا لن يستخدموا وذلك لدينا مجموعة من الأمور لدينا مجموعة من حرفيين دي القبص لأنهم مطلوبين في قطر في السعودية ومطلوبين لأنهم يستخدموا وممكن أن يتحرف أو يأخذ ويأخذ خشب هوية ويأخذ ويأخذ مجموعة ويأخذ نحافظ على المواد ونرى التكوين الأجيال القادمة يأخذ مجموعة من السلاسل المتوازية نحاول نبيع أكثر نحاول نحاول نروجه أكثر ولكن كذلك نكونوا الناس لأنهم نحاول نحاول أنها مروضة ولكن تساهم كبير في تلمية البلاد أكيد وعليها أيضا أن هذه القطاعات التي تحدثت عنها أن تسير بسرعات متساوية صحيح صحيح جدا ألا يستطيع قطاع آخر طبيعاك حق سمشي ويعني بوحة تشاوز ديالهم صحيح إذن وصلنا للختام سي محمد زدري شكرا أن تزيدك على هذا الحضور وإلى لقاء قريب إن شاء الله مرحبا شكرا لك الشكر موصول أيضا لكم مشاهدين على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم إلى اللقاء